عيداً عن انشغال العالم بفيروس كورونا وتداعياته أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي والانفصالي في اليمن إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة سيكون لها تبعات كارثية لاتفاق السلام المبرمي في المملكة العربية السعودية بحسب وصف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الخارجية اليمنية قالت أن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بإدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي اعتبر أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً هو تعبير انفعالي عن مشاريع صغيرة وقروية وأداة تعطيل وليس أداة بناء ولن يتمكن من تحقيق أي مشروع بما في ذلك انفصال جنوب اليمن عن شماله أما المبعوث الأممي في اليمن مارتيني غريفيث فقد وصف إعلان حكم ذاتي جنوبي البلاد بالمخيب للأمال خاصة وأن عدن ومناطق أخرى في جنوب البلاد لم تتعافى من السيور الأخيرة وخطر جائحة كورونا وفي ذات السياق فإن التحالف العربي أكد ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض تعليقا على تدشين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بما يوحي ببوادر خلاف سعودي إماراتي بشأن اليمن ويبدو من القسامات التي تنظر بالتقسيم فإن اليمن السعيد لم يعد سعيدا وبات اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة بحسب البرلمان اليمني لوقف ما سماه عبث المجلس الانتقالي الجنوبي وأنه تجاوز حدوده وأصبح يشكل خطرا جسيما يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية ويشجعها لرفض كل المبادرات الداعية للسلام